تصريحات حسن الهيدوس قائد منتخب قطر قبل مواجهة الإكوادور بافتتاح كأس العالم في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما حيث أبدأ قائد منتخب قطر حسن الهيدوس سعادته بالمشاركة في كأس العالم قطر 2022 واصفا إياه بحلم الطفولة وأضاف الهيدوس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإكوادور الذي عقد اليوم السبت قائلا فخور وسعيد بالمشاركة في كأس العالم فهو حلم الطفولة وحاولنا من قبل ولم نتأهل ومتأكد من أننا لو شاركنا بالتصفيات لكنا سنتأهل هذه المرة لكأس العالم وعتم قائد منتخب قطر تصريحاته بقوله لا يوجد شيء يصف شعوري بالمشاركة في كأس العالم 2022 ممكن أقول صحيح محظوظ ولكن خلف ذلك جهد كبير على مدار السنوات الماضية ويقع المنتخب القطري البلد المستضيف في المجموع الأولى رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا ويستهل للمنتخب القطري مبارياته بالافتتاح أمام نظيره الإكوادوري غدا الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السبعة مسام بتوقيت مصر والسبعة مسام بتوقيت قطر والسعودية والثمنة مسام بتوقيت الإمارات والخامسة مسام بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والرابعة بتوقيت جرينيتش وفي النهاية ما هي توقيتكم لمباراة الافتتاح اتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو